طبعا اليوم عندنا أغبى سرقات حصلت في العالم وخذوا منها طبعا الثانين دخلوا مطعم وطلبوا وجبة بعد ما طلبوا وجبة قالوا يولد نادولنا صاحب المطعم فجاء صاحب المطعم أشهروا في وجه السلاح هات الأموال أعطينا النقود طبعا في امريكا قالوا له قال لهم طيب أنا مشغول الآن أنما ما عندي المال كله لكن تعالوا بعد ساعة وأكون جمعت لكم الفلوس قالوا له حاضر والله يرجعوا له بعد ساعة ويجدون الشرطة أمامهم ويتم القبض عليهم ويطلع السلاح سلاح طبعا بلاستيكي مسد اسماء أما القصة الثانية طبعا هذا أحد يعني أحد المقاتلين يعني في فغانستان فالرجال فيه غباء شديد جدا طلبوا عليه صورة أنه مطلوب مكتوب وينتد وعليه مئة ألف فقام الرجال ما صدق خبر قال أنا بروح بنفسي فقام نزل الرجال ويروح أقرب مركز شرطة ويسلم نفسه ويعطيهم الصورة يقول هذه صورتي وأنا أحق بالمئة ألف أعطوني بدل ما أعطونه على الثاني غباء شديد جدا طيب عندنا كذلك أحد يعني يعني يسمونه سيكوريتي كان شغال في متجر في أمريكا متجر يعني الراديوهات والمسجلات في يوم من الأيام جاءت له فكرة أنه يسرق المتجر فقام السواء لبس قناع أزرق ودخل للمتجر وكان معه رذاذ هذا الفلفل الأسود والصاعق فكان زميلة المنظفة هي اللي كانت ماسكة يومها فقام رشها بالرذاذ وأراد أن يصعقها بالصاعق فغلط في صاعق نفسه جاء الصاعق على يده فقام هو والله هاربا هرب فلما هرب بعد ساعة كانت المنوبة حقته بتبدأ فيه الكشق فقام الليبس طبيعي وجاء كأنه شيء لم يكن ولما وصل مسكوه الشرطة وقالوا يا بطل الكاميرات فضحتك أما السارق الثاني واحد ثاني يوم من الأيام يعني جاء على مصنع الشاحنات كانت يعني تعبي ضرع بوات لبن وكذا فقام سرق شاحنه وهرب الأخ هارب 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 مسافة يعني وينقطع فيه البنزيم فقام اتصل على ناين وان وان سلام عليكم ايش في يا حبيبي قال والله عندي البنزيم انقطع انما أبغل فزعة قالوا لي بشري قلبي احنا جايينك الآن فلما نوصل عنده عرفوا ان السيارة مسروقة وهو السارق فقالوا له أهلا وسهلا جيت برجولك على قولته وأخذوا رموا في السجن في كذلك قصة واحد يعني كان غضبان دخل متجر وكان متقنع ومعا سلاح ولما سرق وجاب يخرج جالس يضرب يضرب في الباب يحاول يكسر الباب وبعد كذا طبعا تم القبض عليه اكتشفوا ان الباب يعني يعني يسحب للداخل هو جالس يضرب يضرب فيه يبغى يكسره ويحسب الباب مغفر هذه ان شاء الله قصصنا اليوم ان شاء الله عجبتكم ما نبغنطي لعليكم استودعناكم الله وفي اعمال الله اشتركوا في القناة